انت ممكن تقول كل حاجة في اللغة الانجليزية غلط بس يتيجى عندي اسم الوظيفة بتاعتك ولازم تنتقها صح صدقني ما ينفعش وعشان كده في الفيديو بتاع النهاردة انا جايب لك اشهر اسماء الوظائف في اللغة الانجليزية اللي انا حاسس انتو بتتلغبطوا في نطقها او بتنتقوها غلط اول وظيفة معانا النهاردة باشا مصر زغبت شرطة باللغة الانجليزية النقطة الصحيحة هو مش بوليسمان ولا بوليسمان بوليسمان واحد يقول لي من ما قلتش لي من طيب خلني اقولك سريعا كده القعدة بتقول ان الاسماء المركبة اللي بتتكون من اسمين دايما الضغط او التركيز بيبقى على المقطع الاولاني مش المقطع التاني فما بنقولش من بنقول بوليس واجه عندي مانا كلها اقول من من تاني وظيفة معانا وبرضو ماشي على نفس القعدة هي رجل مبيعات بنقول سيلزمن سيلزمن مش سيلزمان تارت وظيفة معانا برضو ماشي على نفس القعدة زي ما قلتلكو بيزنسمان بيزنسمان رجل اعمال بيزنسمان واجه بقى وظيفة اخرها كلمة من بنقولها من من وظيفتي اوكي مش تيتشر تي تي تيتشر والأي ار زي ما قلت الفيديوهات تانية ابلي كده تبقى ار ار اتفارق على الفيديو بتاع الشواء تيتشر تيتشر داكتر وانا في الفيديو بتاعتي باشرح امركان اكسنت داكتر في البريتش اكسب نقول دوكتا داكتر عندنا كمان موظف موظفين الغالبة امبلو يي اسم الكلمة حتة تانية امبلو يي مش امبلوي امبلو يي كأنك بتقوله واحد يي عليك حاجة زي كده امبلو يي امبلو يي السكرتاريا اللي مفيش اي شغلانة التمية من غيرهم طبعا وظيفة مهمة جدا بنقول يعني الار الاولانية ما تنتقش وبندغط على الار وال في الاخر في اغلب الكلمات اللي في الامريكان اكسنت فبنقول سيكي تير وي سيكي تير وي ما تنتقش الار الاولانية الوظيفة اللي بعد كده الوظيفة بتاعت احمد اللي بيصورني في الفيديو بتاع النهاردة مستر احمد زأزو وهي الضغط على المقطع التاني مش فوتو جرافر زي ما بنقوله في مصر فوتو جرافر فوتو جرافر ما تنتقش على الايه كأنها مش موجودة أكاونتنت 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 طبخ شيف وانا ليه اخترت الكلمة ديت عشان اقولها سي اتش واحنا عارفين اغلبنا عارف ان السي اتش بتنطق بس هنا حننتقها شه بس فده استثناء فبنقول شف شف ومش شيف بقى زي عندنا في مصر وكده هي شف شف السباك السباك وبنسبة 99% لو الام جاء بعدها بي بالذات لو في نفس المقطع البي بتبقى صامتة وتفرج على الفيديو بتاعي بتاع السايلانت ليدرز او الحروف الصامتة في الانجليش بزمتك لو سبتك هيا اهو عايز اعرف اسمي بايش لا الدكتور اللي في الجامعة بروفسر مش بروفسر زي ما بنقول بروفسر لو دايما عرفت المقطع اللي بتضغط عليه في الكلمة في الانجليش هتتطقها صح المقطع هنا اللي بنتضغط عليه هو وفا بروفسر 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 اخر وظيفة معنا النهاردة هي مغني مغني بالانجليش ودي خليتها الاخر عشان نطقها محتاج منك تركيز هي سينجر سينجر اوكي الانجي في الانجليش ما بتنطقش الجين انت بتكتم الصوت بتاعها بعد الان سينجر سينجر ما تنطقش زي فينجر وتقول لي سينجر ليه بقى الجي تنطقت هنا وما تنطقتش هنا دي حاجة سري كده من اسرار السوطير بقى ان شاء الله اعمل عليها حالة فالنطق الصحة هو سينجر 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 انا بعتذكر لك جدا لو ما كنتش قلت اسم الوظيفة بتاعتك باللغة الانجليزية في الفيديو بتاع النهاردة ان شاء الله احنا هل اعمل بس سيبوا تعليقات او سيبوا تعليقات بالوظائف اللي انا ما قلتهاش وان شاء الله هل اعمل اقول في الوظائف دي انت مين عشان تعمل كده في ميسي طب مش هشارلك الفيديو لأ وقال في واحد تاني بيقول لي ايه انت فيك قوي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة